احنا بنتعامل بنقدم الأسازة الكبار وبنقدم الشباب بتجاربهم المتميزة يعني مش اي حد صحيح بيخش يخرج في المسرح القاوة يبقى حد له تجربة واثنين وثلاثة سببت جودته وسبب رقيه وان هو يقدم حاجة جيدة على المستوى تليخ بالمكان فيتفضل يقدم الموضوع بتاعه احنا بنحاول كمان دلوقتي اننا يبقى عندي عروض شبابية يعني الشباب يعبر عن نفسه فالعروض الشبابية دي ممكن نقدمها متنية وعروض السورية او المسائية اللي هي العروض الكبيرة العروض الشبابية دي تكون عروض تكلفتها بسيطة وتكون مدروسة برضو يعني تكون على قدر معين من الجودة تكون ميزانيتها محدودة وشباب النجوم بيشتغلوا فيها يعني اعداد كبيرة من الجمهور بتواظب على الحضور للمسرح القومي بغض النظر عن الموضوع ثقة في ان هذا المسرح وهذا الكيان سيقدم مستوى معين من الجودة